ومساكم جميعا بكل الخير والصحة والعافية أينما كنتم ودوما نعود إليكم في هذه اللحاطة الإعلامية الدورية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مباشرة معكم في هذه اللحاطة نرحب بالجمهور الكريم وبوسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تنقل معنا مباشرة هذه اللحاطة الإعلامية للوقوف على آخر المستجدات وهم الإجراءات وتفاصيلها ستكون معنا اليوم الدكتورة فريدة الحسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة وحصة تهلك المتحدث الرسمي عن حملة الإمارات تتطوع إذن نبدأ بالدكتورة فريدة الحسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الكرام سيتم الإعلان عن مستجدات الحالات وآخر الأرقام لاحقا مثل ما نؤكد دائما تعاونكم معنا مهم جدا وهذا التعاون لا يقتصر على اتباع الإجراءات الوقائية أو الالتزام بالتباعد الجسدي أو البقاء في المنزل دوركم أيضا معنا في نشر وتبادل المعلومات والأخبار في هذه الفترة الاستثنائية الاستثنائية ضروري جدا خاصة المعلومات الصحية بخصوص مستجدات فيروس كورونا في الدولة اليوم مجلس الوزراء اعتمد قرار بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية والخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاصة ذات العلاقة بصحة الإنسان هذا القرار يهدف للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والتصدي لأي معلومات مغلوطة قد يكون لها أثر سلبي في المجتمع وتعمل على تضليل الرأي العام القرار ينص على أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهاد الصحية هي المسؤولة فقط على الإعلان عن أي معلومات صحية وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة كما يمنع القرار أي شخص نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المغلوطة أو الغير معلنة رسمياً وبأي وسيلة كانت وراح يتم بناء على هذا القرار فرض غرامات قد تصل قيمتها لعشرين ألف درهم على المخالفين والذين يقومون بنشر المعلومات المغلوطة أو الإرشادات الصحية الكاذبة وأخيراً دائماً وأبداً الإجراءات الاحترازية ضرورية في هذه المرحلة كالتباعد الجسدي وغسل اليدين بصورة مستمرة ولبس الكمامات بالإضافة إلى الحفاظ على أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية صحتكم أولوية لنا ومسؤولية نتشارك فيها جميعاً دمتم سالمين ولأن سوف نتعرف معكم على حملة الإمارات تتطوع أدعو حصة تهلك المتحدث الرسمي باسم حملة الإمارات تتطوع للحديث عن هذه الحملة حتى هذه اللحظة وكم عدد الذين تطوعوا من أبناء الإمارات والمقيمين من مختلف التخصصات والذي يثبت للعالم نهج الإمارات وثقافتها الجميلة سواء من خلال المواطنين أو المقيمين على أرض الإمارات الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة المشاهدين يكتسب مفهوم التطوع في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً على مستوى القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية باعتباره جزء من ثقافة الدولة وصورة من صور التلاحم والانثمام اليوم وفي ظل الظروف الحالية نقف سوياً متكاتفين مواطنين ومقيمين لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والحد من خطره على مجتمعنا لذا أعلنت دولة الإمارات عن اطلاق حملة وطنية للتطوع وتوحيد جهود كافة الجهات والأفراد تحت اسم الإمارات تطوع هي أولى مبادرات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات والتي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايدان الانهيان وزير الخارجي والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات تهدف الحملة لتوحيد الجهود التطوعية على مستوى الدولة واستدامتها كما تتيح التطوع للجميع من خلال نوعين من أنواع التطوع الميداني والتطوع الأفتراضي الأخوة والأخوات في غضون أيام على إطلاق الحملة بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من ثمانة آلاف متطوع في مختلف التخصصات المطلوبة ميدانيا وافتراضيا من أكثر من 115 جنسية مقيمة على أرض الدولة نتوجه لهم بكل الشكر والإمتنان من هذه المنصة أولوية الحملة في الفترة الحالية هي استقطاب أصحاب الخضرة والمهارات من الكادر الطبي ومن جميع التخصصات والجنسيات للطباء النفسيين، للطباء المتقاعدين، الممرضين، والمسعفين الطلب الجامعين من مختلف التخصصات الطبية لرفض الميدان بجنود يعززون خط دفاعنا الأول سجل حتى الآن في المنصة الخاصة بالحملة ولله الحمد أكثر من 3000 متطوع متخصص من الكوادر الطبية من مختلف الجنسيات، ونتطلع لاستقبال المزيد لدينا حاليا في الميدان أكثر من 900 متطوع يقدمون الدعم للفرق الطبية ويشاركون في برامج التعقيم الوطني وتفتيش المرافق ومراكز الاتصال ويعملون كمسؤولي الأمن والسلامة بالإضافة إلى تطوعهم في المحاجر الصحية من خلال الرد على استفسارات النزلاء وتقييم وتقديم الدعم النفسي والتنسيق العام التطوع أيضا متاح افتراضياً أي عن بعد من خلال تقديم دورات وورش عمل في مجالات مختلفة ولجميع ومختلف الأعمار في الصحة والوقاية والتوعية ودعم الصحة النفسية والرياضة والثن واللغات وغيرها بالإضافة إلى التواصل مع كبار المواطنين ومثال على التطوع عن بعد وفي هذا الصدد تم ولله الحمد للاتصال هاتفياً أو عن طريق الاتصال المرئي مع أكثر من 1500 من كبار المواطنين من مختلف إمارات الدولة للإطمئنان عليهم والإطلاع على أي احتياجات لهم وذلك بفضل متطوعين المسجلين في المنصة سادة المشاهدين أخواني وأخواتي التطوع واجب وطني نؤديه في إطار المسؤولية الشخصية والوطنية والأخلاقية وفي سياق رجميل الوطن حملة الإمارات التطوع هي حملة استثنائية تدعم الجهود الميدانية وتتبنى الجهود التطوعية على مستوى الدولة ونسعى لتسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد المجتمع من أجل حماية المجتمع هذه دعوة للجميع بكل الفئات لأن نكون جزءاً من حملة الإمارات التطوع لنعكس معن مسماها على أرض الواقع مواطنين ومقيمين ونجسد سوياً حقيقة أن الإمارات تتطوع وندعوكم جميعاً للتسجيل عبر منصة متطوعين.إمارات volunteers.ae للتعرف على مختلف الفرص التطوعية الميدانية والافتراضية المتوفرة في مختلف إمارات الدولة كما خصصنا أيضاً رقم للتواصل والاستفسارات 800-865-2-3 هذا الوطن أعطانا كل جميل فرصتنا اليوم نرد هذا الجميل وفقنا الله وإياكم لما في خير الإمارات وسلامة الجميع شكراً لكم كل الشكر لأستاذة حصة تهلك المتحدث الرسمي عن حملة الإمارات تتطوع أرقام جداً رائعة ومميزة ثقافة رائعة ليست بغريبة على الإمارات ليست بغريبة على أرضنا الحبيبة على أرض زايد الخير اليوم نتحدث عن أعداد هائلة جداً اللجنة الوطنية في منصتها يتواجد أكثر من 500 ألف متطوع واليوم خلال أسبوع نتحدث عن زيادة تصل إلى 8000 متطوع من 115 دولة من مختلف الجنسيات هذه ثقافة رائعة جداً وهذه هي الإمارات أدى الدكتورة فريد الحساني للإجابة على مجموعة من الأسئلة التي وصلتنا عن بعد من خلال مجموعة من الصحفيين السؤالة والدكتورة تم الإعلان منذ أيام عن تسجيل تسلسل الجنوم الخاص بفيروس كورونا المسجد كوفيد 19 ما أهمية هذا الأمر؟ هل يمكنكم يطلعنا بشكل مبسط عن أهمية هذا الأمر؟ وهل له علاقة بالعلاج أم السيطرة إذا صح التعبير على انتشار الفيروس؟ نعم طبعاً دراسات التسلسل الجيني هي أداة مهمة لفهم خصائص المرض وطرق انتشاره خاصة أن يركز بالتفصيل على نشأة الفيروس وأيضاً مصدره وتطوره وانتشاره لاحقاً كوباء الدراسات التسلسل الجيني تساعدنا للتعرف على فيروس كورونا المستجد على وجه الخصوص وفهم خصائص هذا الفيروس ودراسة إمكانية تغيره سواء كان في الوقت الحالي أو التغير المستقبلي وهذا يمكننا أيضاً ويساعد الدول للإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة عليه وإيجاد أفضل السبل الممكنة للعلاج وطبعاً أكيد يساعد أيضاً في تطوير التطعيمات ولدينا ولله الحمد في الدولة كافة الإمكانيات والقدرات البشرية المتخصصة في هذا المجال وهناك دراسات قائمة ومستمرة في الدولة لتحقيق أفضل استفادة منه بإذن الله سؤال آخر دكتورة وصلنا عن بعد تم مؤخرنا الإعلان عن عدد من العقاقير لعلاج مرضى كوفيد-19 أثبتت وأثبتت شفاءهم خلال فترة قصيرة ما مدى صحة هذه المعلومات دكتورة؟ طبعاً العلاجات الموجودة حالياً هي أغلبها في مراحل تجريبية في الوقت الحالي لمعرفة فعاليتها في علاج مرض كوفيد-19 وبدأت منذ بداية ظهور المرض في الصين منها عقار رمد زفير اللي يستخدم لعلاج الحالات المتقدمة من مرض كوفيد-19 طبعاً هناك علاجات أخرى ذكرناها سابقاً قد تكون متخصصة لحالات قد تكون بسيطة أو متوسطة أو شديدة يختلف نوع مضادات الفيروسات حسب شدة المرض نحن طبعاً في دولة الإمارات نراقب عن كثف كافة الدراسات السريرية والنتائج الأولية التي يتم تسجيلها وبناء على هذه النتائج يتم اتخاذ اللازم سؤالنا الأخير هل المرأة الحامل من الفيات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؟ طبعاً بالنسبة للسيدات الحوامل حسب الدراسات أثبتت أن السيدات الحوامل ليسوا عرضة لمضاعفات المرض على الرغم من أن البعض قد يتوقع أنهم قد يكونون عرضة للمضاعفات بسبب التغيرات الفيسيولوجية التي تؤثر على مناعة جسم الحامل وقد نرى ذلك صحيحاً على سبيل المثال حيث أن السيدات الحوامل أكثر عرضة لمضاعفات مرض الإنفلونزا ولكن بالنسبة لمرض كوفيد الموضع مختلف حسب الدراسات وفي حال إصابة السيدة الحامل بالمرض ننصحها بالمتابعة الطبية المستمرة مع الطبيب المختص والتأكد من العلاجات اللازمة لها ودمتم بسلامة بإذن الله تعالى كل الشكر الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث عن القطاع الصحي في الدولة والأستاذة حصة تهلك المتحدث الرسمي عن حملة الإمارات تتطوع الإمارات تتطوع حملة رائعة جداً هي أكبر نتاج تثمره الإمارات فينا جميعاً ما أجمل أن نتطوع ما أجمل أن نقدم البسيط والقليل لما قدمته الإمارات لنا ما أجمل الإمارات لأنها أرض الخير والعطاء أكثر من 115 جنسية يشاركون في هذه الحملة حتى الآن وصلوا إلى ثمانية آلاف متطوع في حملة الإمارات تتطوع والتي يرأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي شكراً لكم على طيب وكرم متابعتكم الله يحفظكم يا رب